من العيب حقيقة ومن الحيف أن هناك كثير من فرص الاستثمار أخذت بها الموافقات ولم تنفذ منذ سنين ومن العيب أنه بعض الإجازات والموافقات تباع من رجل العمال رجل العمال آخر وكأنما هي عملية غش أقولها بكل صراحة كل إجازة استثمار لم تنفذ بقتها وسرار ديس مع موجود يجب أن تسحب معت الرجل ما عدهم كفاءة ولهذا نشوف عندنا مشاريع بالآلاف مبنية عن نص وما تلوك الما عنده قدرة يقول ما عنده قدرة والما عنده قدرة يتحالف يا حلفاء رجال أعمال يستوين تحالفات فإن ألس من الجامعة ستصعدكم قوة اقتصادية لتطوير مشاريع تخدم المواطن الأخطاء والتركيات التي ستكون من قبل حكومة وليس حكومة ستتحملها القطاع الخاص يتحملها من مسؤولية وعليه يجب أن نعمل سوية على تدليل التحديات نعم راح تقول لي هناك فساد وهناك ضغوط وهناك ابتزاز نعم من واجب الحكومة أن تحمل القطاع الخاص أنا نطلب معكم طلب واضح وأحشي بكل شفافية هذه فرصة تاريخية للتكاتف لبناء عراق جديد والعراق به خيرات ممكن يكون أيقونة أو نموذج لإقتصاد ناهظ بسال من جهد ماك وتكاتف بناتنا جميعا ترجمة نانسي قنقر